أصدر المصرف المركزي التابع للنظام نشرة رفع بموجبها سعر صرف الدولار الأمريكي للمصارف والصرافة وللحوالات الشخصية بنحو 300 ليرة سورية وجاء في نشرة المصارف والصرافة أن سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية هو 2814 ليرة بدلا من 2512 ليرة كما رفع المصرف سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية ليصبح 2800 ليرة سورية ويأتي الرفع الرسمي لسعر الحوالات الشخصية عقب تداول أنباء عن قيام شركة الهرم لاسترافة بتحديد سعر تسليم الحوالات عند حدود 3400 ليرة سورية للدولار الواحد وقبل رمضان كانت الشركة تحسب الدولار للحوالات الخارجية ب3600 ليرة سورية والسبت الماضي خفضت الشركة سعر الدولار إلى 3450 ليرة سورية قبل أن تعلن مجددا عن تخفيض السعر إلى 3400 ليرة سورية لتكون بذلك تسعيرة دولار الحوالات أقل بنحو 500 ليرة عن سعر السوق السوداء كما تزامن رفع سعر الحوالات الرسمية مع شهر رمضان الشهر الذي ترتفع فيه الحوالات فوفق مركز جسور للدراسات فإن قيمة الحوالات الشهرية في رمضان قد تصل لأكثر من 200 مليون دولار تتوزع بشكل رئيسي في شمال سوريا